مرحبا بكم ويلة موجز الأخبار عبر منصات سوداني 24 تمكن الجيش السوداني من بسط سيطرته الكاملة على مدينة الديندير بولاية سنار وذلك بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع المتمردة التي ظلت بالمنتقال أكثر من شهرين ونشر أفرادنا من الجيش فيديوهات من داخل الديندير حيث استقبل المواطنون أفراد الجيش في مدخل المدينة وبحسب مصادر عسكرية فإن الديندير شهدت معارك عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمدافع والمسيرات الانتحارية تحت غطاء جوي من الطيران الحربي أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا عن قلقه البالغ من تأثير النزاع المسلح على المدنيين داعيا أطراف القتال في السودان لوقف القتال والسماح بالوصول للأشخاص المحتاجين للمساعدة في أي مكان وقال إنه تلقى تقارير عن وقوع إصاباتنا بين المدنيين وهجمات عشوائية تؤثر على البنى التحتية العامة والمناطق السكنية في شمال دارفور وأماكن أخرى مع انقطع العديد من المناطق فعليا عن المساعدة الإنسانية بحث والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود مع نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين رؤوف مازو بحث أهمية الولاية باعتبارها مدخل للمساعدات الإنسانية لكافة مناطق السودان وذلك لموقعها الجغرافي المطلع على العالم الخارجي فضلا عن استضافتها عددا مقدرا من النازحين واللاجئين بسبب الحرب في السودان كما تناول اللقاء مجمل التحديات والمعويقات التي تواجه الولاية في التعامل مع قضايا اللاجئين والنازحين خاصة الوثائق والمستندات لأن معظم اللاجئين والنازحين يعيشون مع المجتمع المحلي بالولاية أعلن نضاء الوسطى بولاية الجزيرة عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين جرى مهاجمة قوات الدعم السريع المتمريدة قرية سعد نابا بمحلية أم القرى جنوب ولاية الجزيرة وقال في بيان إن ما وصفها بعصابات الدعم السريع الإرهابية هاجمت القرية وتعدد على المواطنين الأبرياء العزل بيطلق النار عليهم ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء بينهم وإصابة آخرين وأشار نضاء الوسطى إلى أن الميليشيا عمدت إلى محاصرة الأهالي داخل القرية أقب الهجوم وقامت باحتجاز المواطنين وإذلالهم دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلار السلطات السودانية إلى تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع الشهادة لما بعد الخامس عشر من نوفمبر المقبل وعرب ميلار عن قلق واشنطن بشأن التاخير بسبب مواصفها بالبريقراطية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية لملايين السودانين الذين هم في أشد الحاجة للمساعدات وأشدد على أن وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى السودان أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح نهاية موجز الأخبار لمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة نشرة الأخبار عبر منصات سوداني 24 المختلفة في أمان الله اشتركوا في القناة